تقرير الاندماج في النمسا 65% من اللاجئين جدت بحاجة لمحو الأمية ومحو الأمية هنا غير مقصود بيها محو الأمية فيما يتعلق باللغة الألمانية ولكن محو الأمية بلغة الأم خاصة باللغة العربية وخاصة باللغة العربية يعني ده كان يمكن وزيرة الاندماج سوزانا راب هي اللي أثارت الموضوع ده وتقول أن الأرقام كبيرة جدا جدا هم مش قادرين يعملوا عملية الاندماج وهي بالطالب طبعا هنا أن المساعدات الاجتماعية تتم بعد خمس سنوات لو في حالة تخلف المندمج عن عملية الاستمرار في كورسات اللغة يمنع عنه الاندماج ولكن فجد بمصيبة أكبر أنه عنده مشكلة أنه عايز محو الأمية للغة الأم أخيل الشيء الجميل في هذا الخبر والشيء الإيجابي لربما الذي تقريبا قال عنه البعض أن الجالية السورية تبين أن هي الجالية الأكثر نموا في النمسا هي الأكثر نموا هي الأكثر استمرارا يعني بعد هذا لربما يراه العديد بأنه شيء إيجابي شيء إيجابي نعم فبالتالي هذا مؤشر أنه فعليا الجالية العربية إجمالا في النمسا والمهاجرون واللاجئين إجمالا في زيادة 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 كبيرة وهذا يدل على أن فعلا النمسا تتغير ديمغرافيتها أنا لا أقول الموضوع بأنه سلبي أو إيجابي ولكن هذا الواقع الذي على الساس النمساويون احترامه وتقديره أنه يوجد شريحة كبيرة من اللاجئين هنا يجب أن يقدروا ويحترموا وتلبى مطالبهم في الاندماج الحقيقي وليس الاندماج الشكلي فهذه النقطة الهم بما فيها بما فيها أن 65% من اللاجئين الذين جاءوا للنمسا في العام 2023 23 هم أميون وهذه المشاكل التي بدأنا نلاحظها بشكل مكسف في الشوارع في فيينا وغيرها هذه نتيجة هذه الفوضى هؤلاء الشبان يحصل على حق اللجوء من أول يوم فورا يجي على فيينا لم يعرف يقرأ ولا يكتب ولا عنده استعداد يندمج ومشاريع الاندماج ومشاريع الاندماج في فيينا مع الأسف يعني ضعيفة للغاية وهذا يؤدي يؤدي إلى 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 هذه المشاكل فبالتالي اليوم وزارة الاندماج المطلوب منها أن تقيم مشاريع وخطط اندماج بناء على هذه الأرقام 60% لا يقرؤون ولا يكتبون يعني أعملوا أي من وجهة نظرك بدون يعلموهم والله هنصاروا لاجئين عندها هيا مكفلة صاروا مواطنين النمساويين هدول انتهى الأمر من النمسا اليوم يجب أن تقوم بإدماجهم أنا لا ما عمل تروح تعلم اللغة العربية ولكن فعلا يكون في آلية إدماج حقيقي في اللغة الجديدة لكنهم عندهم مشكلة لأن حيانا الأطفال بيجوا في نص العام الدراسي هو موضوع فيه خلل لازم يكون فيه تنظيم أكتر من كده يعني المفروض يعاد الطفل بمجرد وصوله لتعليم اللغة الألمانية وبعدين يدخل المدرسة عشان ما حصلش فيه عملية تعطيل وهو ده بينتشر فيه الأعداد فبالتالي مطلوب من النمسا مطلوب من النمسا سازم دوح فعليا مشاريع إدماج جديدة وخاصة لهؤلاء الأشخاص وأن يعني أن تقوم وزارة الاندماج بتغيير خططها بناء على هذه الأرقام هذه الأرقام لم تعمل فقط للإحصاءات هذه الأرقام عملت يا سيد الكريم حتى يبنى عليها مشاريع اندماج